أركض اليوم في انتظار الحدث الأكبر في سان فرانسيسكو هذه المرة والإعلان الجديد عن منتجات أبل طبعا في الدرجة الأولى التوقعات بالنسبة للآيفون 6 وآيفون أيضا 6 بلاس قد نتوقع تحديث جديد بالنسبة للكاميرا هذه المرة من 8 إلى 12 ميجابيكسل بالنسبة للكاميرا هذا أحد أهم المسائل المنتظرة بالإضافة إلى التصوير للفيديو وهذا قد يعتبر عالم من الخيال في الماضي المستويات 4K طبعا هذه ربما إلى حد ما هي أما معلومات وسربة أما شائعات أو حتى توقعات بالنسبة للجيل الجديد أيضا من المعالجات بالنسبة لسرعة 2 جيجابايت أحد المسائل المنتظرة من أبل هذه المرة فيما يتعلق بالنسبة للهاتف الذكي ليس تغيير في الشكل خلال هذا التحديث أما بالنسبة للأبل تيفي أدنا نتوقع هنا تغيير جزري في الأبل تيفي تحديث طبعا رئيسي في المعالج بالنسبة لهذا المنتج بالإضافة إلى إضافة سيري هذه المرة للتلفاز طبعا سيري التي تعطيها ربما الأوردرز في الصوت وبالتالي هنالك أيضا نتوقع التحكم عن بعض بالنسبة للجهاز طبعا المتعلق في الأبل تيفي سيري عن بعض بالإضافة إلى أيضا السعر المتوقع هذه المرة ما بين التسعة وتسعين دولار إلى مائة وتسعة وأربعين دولار بدل عن تسعة وستين دولار فرق شاسع في السعر ولكن توقعات أيضا بالنسبة لأبل تيفي أن يكون لدينا برامج جديدة هذه المرة قد تدخل إما في مجال الألعاب الجيمينغ وحتى في مجال الموفيز وهنا ربما تعاقد مع هوليوود أما بالنسبة للأبل ووتش فطبعا التوقعات بتحديث النظام التشغلي للأبل ووتش وبالتالي يمكنك أن تشغل التطبيقات أبل ووتش دون استخدام الآيفون وهذا ربما ما وضع بعض الشكوك لعدم نجاح هذا المنتج نتيجة ارتباطه بشكل مباشر في الآيفون أما بالنسبة لأبلس توقعات أيضا بالنسبة للآيباد هذه المرة هل سنسمع عن آيباد برو الآيباد الجديد والذي سيكون لديه شاشة أكبر حجما 12.9 إنش تقريبا بالنسبة لهذا الحجم يعني هو ما بين الآيباد الحالي وما بين الماك الماكينتوش وأيضا أربع سماعات ستيديو جديدة هذه المرة ستضاف بالإضافة إلى يو اس بي قد يمكنك الاستخدام طبعا في الآيباد أما بالنسبة للذاكرة عشوائية أو ما يسمى في الرام عندها 2 جيجا بايت بالنسبة للآيباد برو هذه التوقعات بالنسبة بالإضافة إلى قلم ستيلس قد يضاف إلى هذا المنتج وحساس طبعا البصمة التي من الممكن تدخل إليه بالنسبة للآيباد أما بالنسبة للطريقة الجديدة ربما لشراء الآيفون وهذه المرة في الولايات المتحدة الخطط الشهرية طبعا هي ستكون تكفى 200 دولار وتستبدل هذا الجهاز وتستمر في الخطط الشهرية لديك طبعا عبر شبكات الاتصال الرئيسية في الولايات المتحدة وطبعا هذا الخيار قد يعود لدعم أيضا الشراء الأبل فون أو بإمكانك عقد شراء دون استخدام هذه الباقات في 650 دولار دفع كامل أو 27 دولار شهرين طبعا هذه بالنسبة للتوقعات ويمكن أيضا يعني في خلال الفترة القادمة فقط استبدال الهاتف عوضا عن دفع المبلغ الكامل لهاتفك الجديد طبعا هذا قد يكون مع آيفون 6S أو حتى 7S بحال شهدنا خلال السنوات القادمة عقود الأجار هذه المرة من T-Mobile وSprint قد تكون ما بين 22 دولار و27 دولار الالتزام طبعا بالدفع 22 شهر وهذا بالتالي يمكنك في المستقبل أيضا أن تستبدل هاتفك القديم مقابل الجديد وأن تستمر في دفع هذا المبلغ الشهرية والاستمرار استخدام طبعا هذه الشبكة من الاتصالات أما بالنسبة لو نظرنا إلى تاريخيا ومبيعات آيفون لاحظوا هذا التطور منذ الآيفون 4 كنا قد شاهدنا خلال الربع الثالث والربع الرابع يعني التفاع واضح بالنسبة للمبيعات ولكن هذه المرة اختلفت استراتيجية الشركة أصبحت تصدر المنتج أو البيع يبدأ في الربع الرابع ومن ثم في الربع الأول من العام الذي يليه وبالتالي نشهد ارتفاعات في المبيعات نتيجة موسمة طبعا أعياد الكريسماس نيويير وما إلى هناك وهنا كما نراحظ هذا الارتفاع في المبيعات الوضع خلال السنوات الماضية ولكن شاهدنا ربما الأرقام القياسية وكنا قد وصلنا إليها ما بين طبعا هاتف 6 و 6 بلاس خلال العام الحالي الرابع الأول من عام 2015 شاهدنا أرقام قياسية بالنسبة لمبيعات آيفون وحتى لو نظرنا إلى الفارق طبعا يعني ما بين السنوات الماضية في تطورات مبيعات كل التحديث جديد نلاحظ هنا كان طبعا الأبرز خلال الفور ولكن طبعا مع استحواذ ربما أبل على الحصة السوقية الأكبر في الولايات المتحدة وتفوقت بشكل كبير على سامسونج أصبحت هذه النسب تتراجع بشكل تدريجي ولكنها تبقى قوية ويبقى آيفون هو المستحوذ على طبعا السمارتفونز في الولايات المتحدة شكرا